كلمة رساس عكوتة تلفوني تسلالة سناء استعراضيكا صباح الخير اليكم نشتل اخبار مزاعة صوت اليونان ويعفيكم بها وليد الياس شدد رئيس الوزراء اليونانية للسيبرة في عامس الخميس في عقاب اللقاء تتعقدها في منقر وزاعة الملاحة البحرية والمرقز الوطني لتنصيق مراقبة بحراسة الحدود وتدعيات حالة سجيرة ايميا على ان رسالتنا اليوم وغدا ودائما واضحة وان اليونان لن تسمح او تقبل او تتهاون في اي تحدي لسانة عربها وهي دولة عضوة فاعلة في اتحاد الاوروبي وفي الحلف الاطلسي الناتو والليه دور اخلمي وتلعب دورا طلعيا بهدف امام الاستقرار في المنطقة واشارت سيبرة ان الارتفاع مصر الدور اليماني يزعج البعض وقتما طائلا سفن الخافز على ان اليونان محتمال التروي ورد النفس والجدية واطلع وزير الدفاع اليوني فانوس كامان وسمين عام حلف الناتو يانس سترسنبرغ ونضرائي على ملابسات حادثة للجزيرة ايميا مبرا مشاهدة الفيديو يثبت السلوك الاقتجازي التركي وعشان الوزيمية لن تقبل بالعيب بكرة مضيقا انه تلقت اقتداد موجودة من خلف الشمال الاقتصي الناتو بالعمل على الهام انقرة انه لا تستطيع ان تستطيع ان تستطيع الى فتاة الى ودها على الامتها من خلف الشمال من خلال ايش ممتع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة